قال البابا توادر ستاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية إن الدولة تشهد إنجازات عديدة تهدف إلى بناء مجتمع قوية جاء ذلك خلال عضاته بقدس عيد القيام المجيدة حيث قدم البابا تهنئة للرئيس السيسي والحكومة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك نشكر الله من أجل النعم الكثيرة التي يعطيها لنا نشكر الله من أجل السلام ونشكر الله من أجل الاستقرار ونشكر الله من أجل الأمن ونشكر الله أيضا من أجل الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية والقيادة السياسية وهذه الإنجازات يمكن النهاردة لا نشعر بقيمتها ولكن هي للمستقبل الممتد وهي من أجل مستقبل مصر مستقبل أبناء مصر الإنجازات الكبيرة اللي بتتم على أرض مصر كلها من أجل بناء دولة قوية وبناء مجتمع قوي وبناء مجتمع يحيى في كرامة وفي مساواة وفي عدل ويحيى في رفاهية ومجتمعنا المصري مجتمع كبير ومصر زي ما بنسميها دايما هي قلب العالم كله